لو لا الله سبحانه وتعالى فضل من الله ثم البراكين والزلازل لنفجرت الأرض هذه عبارة عن متنفس الزلازل والبراكين متنفس للطاقة العظيمة المختزنة داخل جوف الأرض والتي تريد الانطلاق لكن الله يبعث لها مخارج على هيئة الزلازل الوقتية على هيئة براكين فتتنفس وترتاح الأرض لكن دكتور منطقيا بيجيك أحد الذين خسروا أبناؤهم أو أهاليهم في هذا الزلزال ويقولك أنا مستغني عن كل هذه الفوائد في مقابل أنه ما يحذر الزلزال وأخسر عزيز علي كم شخص وكم من ملايين من البشر المستفيدين من الزلازل والبراكين وكم من الحياء وكم من النباتات وكم من النوامس الطبيعية التي استفادت من هذه لكن خسارة روح كخسارة ربما لا تقارن كإيجابية بإمبات أرض لا مالك له هذا الشخص أدى دوره وانتهى كدوري ودورك يأتي الوقت الذي كتب علينا ونموت سواء على الفراش أو تحت بركان أو زلزال لكن الشخص إجمالا في الحياة لو خير بين ضرر الزلزال بأنه يفقد أب أو أخ وبين إيجابيته بأن الأرض تنبت ماذا سيختار؟ إذا كان نظرته قصيرة أنا وبعدي الطوفان فهذا بحث آخر لكنه الحياة تستمر بهذه النوامس أتريد أن توقف الحياة كلها عشان شخص أو شخصين أو مية أو ألف؟ لا أعتقد ذلك لا أنا ما أوقف الحياة لكن خسارة الفقد هنا أكثر أكثر قسوة من الإيجابية الأخرى التي طالعها لا لا لأن هذه الإيجابية ألا يمكن الحصول عليها بطرق ثانية؟ لا أتريد أن تززل الأرض؟ كيف تفجر؟ كيف تخرج الطاقة الكامنة من الأرض بإرادتك وسهولة كما تتوقع؟ لا لا بد من تصدعات عظيمة وبراكين تثور حتى تتنفس الأرض وبالتالي ما نقول لن نقيس على هذا المقياس ترجمة نانسي قنقر